السلام عليكم دي اول محاضرة في الكورس بتاع الكونستركشن ديتا موديلينج او ما نحن نسميه بالبيم طيب مبدئيا خليها نتكلم عن البيم يعني ايه الاستيريو تايبس او المعلومات اللي هي عندنا دايما معروفة بنظم ان احنا عارفين عن البيم مبدئيا انا هقول البيم مش ايه فسواءن البيم او السام هو مش مجرد 3D model مش مجرد احنا جبنا الكاد فايلز وادا هي 2D models خليناها 3D CAD models فالكلام ده مصصح برضو هو مش مجرد شوية softwares زي الربت النافسوركس او الانفراوركس او غيرها مجرد softwares بنحطها مع بعض عشان نطلق product جديد الكلام ده مصصح الموضوع مش مجرد softwares مش مجرد وبردو مش مجرد ان هو حاجة flashy version من الكاد مجرد الحاجة يعني more fancy احلى احلى واشيك والكلام ده لأ هي فيها غرض معين برضو البيم والسم مش مجرد ان هم يعني حاجة بتكلف اكتر ووقت اكتر ولأ الكلام ده مصصح بالعكس لو بيوفر عليك وقت كتير جدا وفلوس جدا كصاحب شغل وبردو اخر استيريو تايب عندنا ان هو دايما بنعتقد ان البيم والسم ده للشركات الكبيرة بس لو انت شركة زغيرة او بتعمل مشروع صغير فانت مش محتاجي الكلام ده برضو الكلام ده بالصح فدي كده بس نبدئيا ايه الحاجات اللي البيم مش هي لو جينا يعني ناخد نعمل تعريف مبدئي مع بعض مختصر وإلى حد ما مخل شوية ولكن عشان بس نوصل للفكرة لحد بعد كده ما هنقول بالضبط التعريف الصحب فالك oversimplified definition البيم هو اولا اختصار لbuilding information model يعني هو عبارة عن model لمشروع مبنى building project وهو بيبقى فيه كل الinformation بتاعة المبنى ده بحس ان هو بيقدر ان هو ينفذ عمليات حسابية او مهام كان المفروض ان يقوم بيها ناس وباستخدام tools او softwares مختلفة كمان يعني تاني هو عبارة عن model فيه كل المعلومات عن المبنى ولديه القدرة ان هو يعمل حسابات ويعمل مهام كان في الاول محتاجين الناس تعمله زي مثلا حصر الكيميات quantity take off فهو لا هو المفروض الموديل ده يقدر ان يعمل الكلام ده طيب تاني حاجة السم ايه السم السم اللي هي كلمة غريبة ما حتى اسم حابل كده السم هو civil information model هو نفس البيم ولكن الinfrastructure زي الطرق زي الكباري زي شبكات المية شبكات الكهرباء كلام ده كله بس هم عاملينه بشكل مختلف يعني اسمه مختلف ان هو حاجة تانية حاجة تانية والتكنولوجيا فيه مختلفة عن البيم طيب وبما انه لسه مجال جديد فلسه ما ثبتش اسمه اوي يعني حتى الان اللي بدأ ينتشر في مجال الاكاديميا هو سام اللي هو السم الانفورميشن model وبدأ بطبيعي الاكاديميا بدأ ينتقم الاكاديميا للصناعة في التشريد نفسه بس ممكن تسمع اسمي تانية يعني مثلا فيه شركات مثلا بتسميه انفرا بيم اللي هي انفرستركشور بيم فيه ناس تقولك له او اسمه انفرستركشور بيم فيه مثلا حد مثلا زي دي بارمون او تي دي بارمون او تي دي بارمون او ترانس بورتيشن بتاعة نيويورك اللي هي عاملة زي ادارة النقل والمواصلات في الولاية نيويورك بتقولك لا اسم ده اختصار لـ civil integrated management مثلا كانوا بيسموه كده مع الوقت هتلاقيه متفقه على اسم الاسمي دي غالبا هيكون هو السام اللي هو civil information model فده كده تعريف مختصر لما هو البيم وما هو السم طيب بعض الفان فاكس حوالين البيم والسم اول حاجة لو سألت الناس كثير بتسأل ليه احنا يعني نعرف البيم ونعافش السم وليه لو لو احنا نعرف يعني بنعرف اللي اتنين لما بنيجي نشتغل بيهم ما بنلاقيش تكنولوجي او حاجات تساعدنا في السم زي البيم فدايما البيم سابق السم فده لي كده سبب اول حاجة عندك ان البيم اكتر يبقى ناحية ال private sector القطاع الخاص ليه مبنى اغلب المباني اللي نعملها القطاعات خاصة القطاعات الخاصة مش العامة بينما السم بيبقى مربوط لحد يعني مين اللي بيعمل infrastructures غالبا بتبقى القطاع العام فالقطاع العام عمتا حركته في التطوير والكلام ده بطيئة يعني تتخيل مسلا القطاع العام مسلا ادارة القطاع العام والكلام ده يعني بينطبق في كل البلاد مش البلاد العربية بس طبعا مع فرق السرعات بس في النهاية هو قطق باردوستيل فتخيل مسلا القطاع العام مسلا في بلادنا ام عاوزين مسلا يجيبوا برنامج تخيل ويتبنوه في الشركة فتخيل مدى البيروقراطية والاجراءات ومش عارف ايه والميزانية اللي تتحط لي الشراء للبرنامج والطبيق بتاعه ومش عارف ايه وقت كبير جدا بينما لو شركة ممكن purchase order امر الشراء بتجيبه على طول خلاص الدنيا. فده الفكر ان البيم اكتر ناحية الشركات الخاصة بينما السيم بيبقى يئم القطاع عام بس يئم قطاع عام مع القطاع الخاص. فيه بارتمرشي ما بينه. فطبيعي ان البيم تكون خطوطه اعلى. تاني حاجة. هي طبعا الناس اللي بتعمل هما للي بيحصل في الماركت. يعني هما يعني هما بيستجيب للماركت او بيتنبأ ايه احتياجات الماركت. فبيبدأ يشتغل هذا الاساس. فطبيعي جدا برضو ان هو يطور في السوفت ويرز بتاعت البيم اكتر ما يطور في السوفت ويرز تاعت السيم. ده منطقي. تالت حاجة برضو في الريسيرش هتلاقي الشغل في تقرأ الابحاث المكتوبة هتلاقي الشغل في الريسيرش في البيم اكتر بكتير من الريسيرش في السيم. فده نخليه اهد. تأثير البيم والسم والحاجات دي على الماركت ايه. يعني عشان تبقى نبقى فهيحسين بقى احنا ليه الكلام ده بيحصل وهيأثر على حياتنا ازاي وشغلين ازاي بعد كده. فا اول حاجة هيعمل جوب شيفت طبعا هيعمل يعني ايه. يعني مش هيلغي مش هيلغي شغل بس هيغير شكل الشغل. يعني مسلا الشباب مسلا بتقع عند دست القاهرة مسلا بتقع مدني. لما كانوا بتخرجوا دايما كان مشهور قوي ان هما يروحوا يعملوا شوب دروينجز اا اول ما يتخرجوا مستنين فترة الجيش بيشتغلوا في بلادن بيعابلوا شوب دروينجز. دا كان مشهور قوي قبل بلادن يعني سوقها هيو قبل وقت. بس فدلوقتي مفيش الكلام ده. ان دلوقتي خلاص انا لو انا عندي الموديل هو الموديل اصلا انا بعرف اطلع منه مقاطع وشوب دروينجز وكل حاجة بسرعة. فمش محتاج نفس عائد الناس. فانا ستيل محتاج ناس. بس الناس بعدينهم اقلب كتير. ان انا لو انا عندي الموديل خلاص جاهز. انا مش محتاج يعني مجهود كبير. ان انا طلع شوب دروينجز والمقاطع والكلام ده. على عكس الكاد. الكاد كنا لأ بنشتغلوا حاجات تانية. ويوم ما كنا بنطور الكاد كنا بنقعد نخترع اد انز ونحطها على البرنامج ومش عارف ايه وكلام ده. الامباكت التاني ممكن يكون التكنوليجي ريلايانس. ان هو دلوقتي بقت هيفلي يعني الاندستري هيفلي بتحتاج الانفورميشن موديل ده. يعني مسلا لو واني خص مسلا بتاع انياум مسلا مثلا مثل مسلا بتاع الكلاينت مسلا Subscribe دلوقتي الكلاينت مسلا في شركات كتير مسلا دلوقتي بتاستعمل ال في اار في الشغل بتاعي اللي هي ال توقت تقول لك والله انا مش عبعط لك الرسمة بتاعت الااااا. رسمة بتاعت التصميم الداخلي بتاع الشقة بتاعتك الانتيرر بتاعها انتريور. هلأ هو ابعط لك الاتور بتاعها. وانت بتشوف انك في الشقة بعد ما تفرشت بتايزة بتاعها. بتتمعهم ازاي. ففيه فالريلاينس عالتكنولوجي بتعلم دلوقت مسلا الشباكات مسلا والكلام دلنا بيجو بيعملوها مسلا هو مسلا محتاج مسلا معاه تابلت دايمن او ايباد وفيه تكنولوجيز كتير شغال في الموضوع ده ان هو بيأبديت الموضوع يعني هو شغال بيأبديت اللوح الموجودة في الهيد كورت 13 كنفسها ولكن برغم كل الكلام ده الماركت مش متجي هالفول اوتوميشن لسه عشان الناس اللي بتفكر في الماركت مشي ازاي والكلام ده هي لسه مش متجي يعني مش مش هتلغي وظيفة المهندس ومش هتلغي وصيفة الناس اللي هي بتاعت الكاد والكلام ده ولكن هتقلل عددهم بشكل كبير جيد ان خلاص بالمعنى محتاج عشرين واحد عشان هتطلع عشرين لوحة مسلا انا لأ واحد هتطلع العشرين لوحة ده طبعا دي امثلة مخلة يعني لحد ما كلها كلام عن الكاد والكلام ده مش مش الكور بتاع البيدنج انفرميشا موضلينج والكلام ده بس يعني دي امثلة بسيطة بحس انفرميشا ماشي ازاي اللي حابب اكتر يقرف موضوع اللي هو الاتوميشن بتحصل الماركت والكلام ده ممكن يرجع لكتاب zero to one ده كتاب لطيف كان مكتوب بتاع الكوفاوندر بتاع باي بال مع واحد تاني يعني الناس تقيلة في الماركت يعني فدول بيتدوك انسايتز اتجاه الماركت ماشي ازاي والكلام ده فيه طبعا كتب كتير يعني بس ده مجرد اكزامتو طيب تعالي نتكلم على intelligence يعني انت لو بتقول intelligence أو thinking يعني ايه يعني انت بتجيبي knowledge بتحطها بشكل معين اللي هي knowledge representation وتبدأ تعمل reasoning حواليه انا والله بسبب ال knowledge دي انا بعمل استنتاجات بطلع منها افكار ده اللي هو بنسميه الى حد ما artificial intelligence ال artificial intelligence او thinking بيعمل ايه بيعمل knowledge representation ويطلع منها reasoning طيب ايه علاقة ال artificial intelligence او الكلام ده باللي احنا بنقوله مبدئيا اا يعني مجال ال building information model هو تزاوج ما بين ال construction management اللي هي لحد ما في civil engineering مع computer science وهتلاقي computer science داخل بالقوة يعني ذات الناس اللي هي شغالة في ال research دلوقتي هتلاقي داخل معهم بالقوة في ال construction management في كثير من الاشياء فدي يعني حاجة لو انت بالذات يعني متحضر ماجستير او دكتوراه او مسافر بالذات شان الكلام ده يعني بيتبقى النوع اكتر برة فالموضوع ده مهم ال machine learning وال AI وال image recognition طبعا والحاجات دي منتشر بشكل قوي جيد فدي يعني keep it in mind نرجع تاها الموضوع فالintelligence او thinking اللي هو عبارة عن logic representation and reasoning فحنا لو جلنا نعرف الكي ارن ار هو عبارة عن field في ال artificial intelligence field من احد الفيلس على ال artificial intelligence اللي هو بيأهل الكمبيوتر انه هو يقدر ينفذ tasks complex مكنش قدر يعملها قبل كده طب تعالوا نقسم التعريف ده حتة حتة عشان نفهمه يعني ايه knowledge خليه knowledge دي بعدين نقولها بعدين هنقولها في السلايدي الجاي طيب representation يعني ايه representation احنا بنقول knowledge representation and reasoning فrepresentation يعني عملية اللي هي symbolization اللي هي بنعمل symbol that are standing for a thing will define meaning يعني مثلا انا بقول مثلا cross that اللي كل اللي بيشوفه دايما بيعرض طيام انه حاجة ليه علاقة بالاسعافات الاولية first aid فاحنا في النهاية بنعمل standardization للكلام بتاعنا بحس انها بنكتبه ب symbols مفهومة للناس كلها بما فيها computer احنا بتحاول نفهم الكمبيوتر فknowledge representation هي هتبقى عملية ترميز ترميز لل knowledge يعني هي symbolic representation اللي هو بنعمل يعني عرض مرمز لل propositions believed اللي هي knowledge يعني انت بتجيب knowledge بتاعتك وتحولها بشكل ما لمعادلات او هنقولها برضو قدام بحس الكمبيوتر يقدر يفهمها اللي هي انت بتخلي ازاي الكمبيوتر يفهم اللي انت عايز تقول فدي كده knowledge representation طيب ماذا عن reasoning ال reasoning هو باختصار انه هو احنا ازاي بنستعمل ال symbols اللي بنيكتب بيها ال proposition بتاعتنا او knowledge عشان ننتج knowledge جديدة a proposition جديدة فتعالنا نبص على المثال ده مثلا فانت مثلا لو عندك جون هو والد ميري فدي كده presentation انت عندك دي knowledge قردي عندنا انه والد جون والد ميري في نفس الوقت لو انا عندي knowledge تانية بتقولي انه طالما هو up يبقى هو بالغ adult يبقى احنا يبقى انا اجد لما كده اجي اول ما اقولك النجون والد ميري انت ككمبيوتر هتفهم النجون ده up فراح عمل ايه؟ رح حطه في الكاتيجوري بتاع ان هو adult وذكر هو بالغ وذكر ليه ان انا قلت up فانا مفهمه up ده يعني بالغ قبل كده واب ده يعني ذكر قبل كده دي knowledge اللي عنده القديمة فمجرد انا قلت له knowledge ان جون والد ميري هو بدأ ينتج knowledge جديدة اللي هي جون بقى ذكر وبالغ دي اللي هي عملية اللي هو ازاي بينتج knowledge جديدة دي اللي هو ازاي كمبيوتر يعني بيفكر ايه لحد ما بشكل يعني مبسط بشكل مخل شوية بس يعني كويس طيب نفهم بقى عن ايه knowledge احنا لما جينا قبل كده قلنا كلمة knowledge دي بالزبط هنقول ازاي فالسلاق دي اللي جاي طيب مبدئيا في حاجة اسمها يعني المعرفة عندنا فيها اربع مستويات اللي هو بنيجي بنقسمها في الكمبيوتر ساينس اللي هو بيسموها data information knowledge wisdom pyramid او ساعدنا بيقولوش pyramid اصلا طيب يام data يام information يام knowledge يام wisdom واحدة من اربعة طيب انا ال data يعني ايه؟ يعني هي مع حاجة رو يعني حاجة خام انا بيقول احمر بس دي كده data احمر مو قدش انا الاحمر ده عبارة عن ايه ولا ايه ال context بتاعه ولا معناه ايه ولا هتطبقه ازاي لا انا بيقول احمر بس بعد كده تنتقل للمرحلة الاعلى اللي هي ال information بقت نقل ازاي من ال detail information ان ابدأ افهم العلاقات understand relations كده بقت information فالاحمر بقت اتحولت لايه؟ بقت الاشارة اللي هي بتبص ناحية الجنوب في تقاطع الشرع واحد مع شرع اتنين بقت احمر بقت حمره اللي هي traffic light facing اللي هي south بقت حمره فده كده انا فهمت ال relation الاحمر ده يعني علاقته ايه؟ دي علاقته بعد كده تنتقل للمرحلة الاعلى اللي هي knowledge افهم الباترن ماشي ازاي؟ ان احطي في context انا كده خلاص يعني لحد ال information انا عرفت ان الاشارة في الاتجاه المعين ده عند التقاطع ده بقت حمره فايه بقى ال context اللي بقى دخلت context معي اللي هو ايه؟ الاشارة دي اللي انا سيئ نحيتها بقت حمره ده context دي كده بقت knowledge كده بقى عندي معرفة دي knowledge دي حد نتكلم عليه طيب ايه الاعلى منها بقى؟ ان ابدأ بقى understand the principle نفسه ان ابدأ apply الموضوع ده ان انا ابدأ ايه؟ طالما ان الاشارة اللي انا بقرب عليها بقت حمره يبقى ان المفروض ال wisdom الموضوع ده ايه؟ ان انا مفروض ان انا نقف I should stop فزي ما انت شايف دي احمر في الاربع مستويات بتوع المعرفات تعاني data information knowledge and wisdom طبعا الكلام ده يعني فيه تفاصيل باسهاب اكتر بكتير في computer science وال data modeling والكلام ده طيب طبعا لو جنا عرفناها كتعريفة بسيطة ال data عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن raw facts سواء number او خصائص بس with no context or purpose بعد كده information ال information جبتنا ال data وبدأت انسقها بشكل لي معنى كنت عشان يساعدني في decision بتاعي في الاخر طيب الاعلى منها اللي هي knowledge اللي هي بابدأ اعمل interpretation للinformation دي عشان ابدأ approach based على الكلام ده اخيرا ال wisdom اللي هي بقى ايه؟ profound understanding وال deep insight من ال data اللي معايا دي طيب تعالي ناخد example make construction عشان نبقى فهمين اكتر لو قلتلك data رقم 3.5 3.5 ده كده data رقم قدامك 3.5 ايه بقى بيعمل ايه؟ ليه؟ مش عارفين طيب لعشان لما يتحاول ال information يبقى عامل ايه؟ هيبقى عرض الحارات بتاع الطريق مكون من 3 حارات urban يعني في مدينة بتاع طريق اسمه key r42 واربعين عرضه 3.5 يبقى انا بتلاتة ونص دي عبارة عن ايه؟ ده عرض كل حارة من طريق في مدينة الطريق ده الكود بتاعه key r42 والطريق ده فيه 3 حارات العرض بقى ده ايه؟ 3.5 متر كده بقى information knowledge بقى ببدأ اقارن احط في context فانا والله بشوف والله ال ash to green book بيعرف الـ الane width المفضل لطريق arterial في urban او rural context انه يكون بين 10 ال 12 feet اللي هي حوالي من 3 ل 3.6 متر وبناءا عالكلام ده ان الane width بتاع الطريق ده اللي هي 3.5 ووقع ووقع جوال range ده فهي تبقى compliant مع ال ash to design standards لكن ال knowledge ال wisdom ال level الاعلى اللي هي بقى deep understanding بقى بتاعتك كيفة ازاي التلاتة نوص متر دول هيأثروا في ال road use الناس اللي بتسوقع الطريق هتأثر في ال comfort بتاعتهم انهما مرتحين وما سيقينوا ولا هلحصي الحارة بايقة ولا واسعة والكلام ده هتأثر في safety ازاي هتأثر في الرؤية بتاعتهم في الكيربز ومش عارف ايه والقرب العربات من بعضها او بعدها فعلى مدار الوقت ده اللي هو ال wisdom بقى ده deep knowledge اللي قدر اخذ فتاني ده example من construction على الموضوع الفرقة بين ال data وال information وال knowledge وال wisdom بكده هنكون هقف النهاردة عند الجزئي دي دي مجرد introduction بسيطة عن construction data modeling او ال sim دي sources يعني اللي حابب يقرأ اكتر ان شاء الله بس وان شاء الله من المحاضرة الجاية هنبدأ بقى نخشي في الكور بتاع الكورس نفس سلام عليكم اشتركوا في القناة